مع استمرار تسجيل أرقام جديدة للإصابة بفيروس كورونا لا يزال العالم يحبس أنفاسه مترقبا أعداد المصابين الذين بلغوا نحو مليون إصابة حول العالم لكنه يترقب بعين التفاعل أعداد المتعافين الذين أصبحوا نحو 195 وأكثر من 47 حالة وفاة كان معظمها في أوروبا الوباء الجديد دخل العالم العربي وحط رحاله فيه فسجل 394 حالة إصابة في تونس وأكثر من 600 حالة في المغرب وأصاب نحو 700 شخص في مصر كما سجلت وزارة الصحة السعودية 1563 إصابة فيما أعلن العراق عن 694 إصابة وهكذا لم يستثني فيروس كورونا دول العالم العربي فأدخلهم في الحجر الصحي كبقية العالم فمنهم ملتزم به ومنهم غير مكترث بما يدور حوله ومنهم عوان بين ذلك هذه الأعداد المتزايدة للمصابين ببيروس كورونا في الوطن العربي دفعت الحكومات إلى تعطيل وإغلاق المدارس ووضع نحو 83 مليون طالب وطالبة في الدول العربية بالإضافة إلى أعداد المتسربين من التعليم والمتوقفين عنه بفعل الحروب بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وضعتهم وجها لوجه أمام منظومة التعليم عن بعد فوجد جانب منهم نفسه مستعدا شاهرا أدواته المجربة في وجه قرار التعطيل وجانب آخر وهم الغالبية يعاني ويصارى لعله يلحق بركب التعليم الجديد الذي لم يعد تحولا اختياريا أو تفاخرا تقنيا أو حتى على سبيل التجربة العملية إنه التحول الرقم الإجباري في التعليم بعد أن ضرب كورونا منظومة التعليم المتآكلة في الدول العربية بمقتل التعطيل والإغلام بالإضافة إلى تفاوت القدرات لدى المعلمين في الشرح وإدارة الدروس عن بعد ولعل أزمة كورونا تجعل العالم العربي يودع التعليم التقليدي بمكوناته الكلاسيكية ليشهد ميلادا جديدا للتعليم عن بعد حيث الرقمن والتقنية وهذا أيضا يثير مخاوف الكثير مما يعتقدون أن هذه الطريقة في التعليم وبهذه الإمكانيات المتواضعة قد تخلق جيلا من أنصاف المتعلمين أو المتسربين لا سيما في ظل الفجوة الرقمية وهو الإمكانات وأولويات المتطلبات المتأرجح بين الصحة والتعليم في عالمنا العربي ترجمة نانسي قنقر